اختتم مؤتمر برلين اثنان بشأن ليبيا أعماله وسط تأكيدات من المشاركين بضرورة دعم الجهود السياسية في البلاد فضلا عن ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وخلال مؤتمر صحفي دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ قرار حضر السلاح على ليبيا العدد من التحديات وأول شيء هو الأمن توحيد القوات الأمنية في ليبيا والبنية التحتية وتحسين الوضع هناك في ليبيا وتقديم الخدمات إلى المواطنين الليبيين من أجل أن نحرز تقدما ونلبي تطلعات الشعب الليبي ولذلك نريد أن تكون هناك انتخابة في موعدها وأن يكون هناك انسحاب لكل القوات الأجنبية والمرتزقة هذه هي القضايا التي ناقشناها بشكل مكثب